اشتركوا في القناة لم يرى بيني مثل هذه الثمار الجميلة من قبل ولم يستطع مقاومة اغراء تجربة احداها ولكن عندما اكترب ليأخذ فاكهة ادرك ان الشجرة اطول بكثير مما كان يعتقد ولم يستطع الوصول الى الثمار قرر بين الجلوس والتفكير في كيفية الحصول على تلك الفاكهة اللذيذة عندما نظر الى الشجرة بدأ في تقدير عدد الثمار الموجودة قال لنفسه حسنا اعتقد انه قد يكون هناك عشر فواكه على تلك الشجرة لكن بيني لم يكن راضيا عن مجرد التقدير اراد ان يعرف على وجه الليذين عدد الثمار الموجودة على الشجرة لذلك قرر عدهم جميعا بدأ من اسفل الشجرة وشب طريقة للاعلى عد بعناية كل فاكهة اثناء ذهابه ولدهشته وجد انه لم يكن هناك عشرة فاكهة بل عشرين فاكهة على الشجرة اندوش بيني من مدى الخطأ في تقديره لكنه لم يشعر بالسوء حيال ذلك وبدلا من ذلك شعر بالفخر لانه اخذ الوقت الكافي لعدد الثمار معرفة الرقم الحقيدي منذ ذلك اليوم فصاعدا اعتاد بيني تقدير احصاء كل ما رآه في الغابة كان يمارس مهاراتها التقديرية كل يوم وسرعان ما اصبح جيدا جدا في ذلك حتى ان عالم اصدقاءه من الحيوانات كيفية التقدير والعد ايضا وهكذا عاش بين الدب في سعادة دائمة واستكشف الغابة وتقدير الارقام واكتشاف اشياء جديدة دائما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة